اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الجارديان التي نشرت مقالة للكاتبة ماري ديجيفيسكي بعنوان الطائرات المسيرة ليست سيئة بالكامل لكن ماذا لو استخدمها تنظيم دولة الإسلامية تقول ديجيفيسكي إن المل أخطر منصور زعيم حركة طالبان أفغانستان قد تم اغتياله في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية السبت الماضي على سيارة كان يستقلها وتوضح أن اغتيال منصور قد يشغل تغييرا في ميزان القوى في المنطقة التي ينشط فيها عناصر عسكرية أمريكية وبريطانية مشيرة إلى أن أفغانستان تعاني منذ نحو أربعين سنة بسبب التدخل الدولي وتضيف أن المجتمع الدولي بقي صامتا رغم الإعلان عن الاختيال على لسان وزير الخارجية لأمريكي جون كيري ثم تأكيد الخبر عن طريق السلطات الأفغانية بينما أصدرت باكستان التي جرت عملية الاختيال على أراضيها بيانا ضبابيا استنكرت فيه خرق الطائرات الأمريكية مجالها الجوي وسيادتها لإقليمية وهذا كل شيء وتعتبر ديجيفيسكي أن أخطر ما في الأمر ليس اختيال أخطر منصور لأنه كرجل مقاتل بالتأكيد كان يتوقع أن يموت في المعركة كما عاش فيها لكن الأكثر خطورة هو أن عملية الاختيال يتم تخطيطها وإعطاء الأمر بها من قارة بعيدة تمر بهذه البساطة وكأنها أمر معتاد وتضيف أن التقنيات الحديثة أصبح الجميع ينظر إليها على أنها أمر مسلم به وكذلك القتل عن بعد متسائل عن الضوابط الأخلاقية لاستخدام طائرات مسيرة وأسلحة القتل عن بعد وتطالب ديجيفيسكي قراءها بتخيل السيناريو بشكل عكسي قائلة تخيل السيناريو بشكل معكوس ماذا لو أصدر تنظيم الدولة الإسلامية أوامره لطائرات مسيرة بالهجوم على موكب مسؤول بريطاني أو أمريكي وهو أمر مستبعد حاليا بسبب نقص الإمكانيات لكن ماذا سيكون الموقف لو ضقت الفجوة التكنولوجية بيننا وبينهم عنده يمكنكم أن تراهنوا على أن حكومتنا ستعمل على تقنين استخدام هذه التقنيات على المستوى الدولي وحتى هذه اللحظة ستبقى طائراتنا المسيرة تحلق دون ضابط فوق ساحات القتل ونقرأ في موقع أخبار تركيا مقالة لإسماعيل ياشا بعنوان التجربة التركية وتحول النهضة أشار فيه الكاتب إلى مقابلة الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس الأخيرة مع صحيفة لوموندا الفرنسية التي قال فيها نخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديمقراطية المسلمة نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرف أنفسنا على أننا جزء من الإسلام السياسي تصريحات الغنوشي هذه بشأن فصل النشاط الديني عن النشاط السياسي وتحويل النهضة من جماعة إسلامية إلى حزب سياسي أعادت إلى الأذهان انشقاق أردوغان ورفاقه عن حركة ميلي غروج الرأي الوطني التي كان يقودها أنذاك الراحل نجم الدين أربكان ليؤسس حزب العدالة والتنمية تجربة أردوغان ورفاقه المنشقين عن تيار أربكان نجحت وحصل حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات برلمانية خاضها بعد تأسيسه على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة وحده حزب العدالة والتنمية التركي منذ تأسيسه رفض وصفه بالحزب الإسلامي بل قال إنه حزب ديمقراطي محافظ مؤكدا أن الإسلام فوق جميع الأحزاب وهو حزب سياسي لا يمثل أي جماعة أو طريقة ولذلك يصوت له في الانتخابات ناخبون من أتباع جماعات إسلامية وطرق صوفية مختلفة وفي التجربة التركية لم يكن أردوغان شيخا ولا زعيما لجماعة دينية لا قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية ولا بعده ما كان وما زال سياسيا متدينا أما الغنوشي فشيخ وزعيم جماعة دينية وبالتالي فإننا لن نشاهد فقط تحول حركة من جماعة دينية إلى حزب سياسي بل وسنشاهد أيضا تحول شيخ وداعية إسلامية وزعيم جماعة دينية إلى سياسي ديمقراطي في حال نجحت الخطوة الأخيرة التي تقدمت بها حركة النهضة حركة النهضة قررت فصل النشاط السياسي والنشاط الديني والدعوي وإعادة انتخاب الشيخ راشد الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في تونس رئيسا للحركة في مؤتمرها العاشر تعني أن الغنوشي اختار أن يقود النشاط السياسي كما تعني أنه سيتخلى عن أنشطته الدينية والدعوية ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة ونقرأ في صحيفة العرب القطرية مقالا لياسر الزعاترى بعنوان أين أصبحت العواسم الأربعة التابعة لإيران رأى فيه الكاتب بأن من يتابع سيل الهديان الذي يتدفق من أفواه قادة إيران ومن وسائل الإعلام التابعة يدرك حجم المأزق الذي يتخبط فيه القوم ويدفعهم إلى ترديد هراء لا يمر على عقول الأطفال وفي مقدمته الحديث عن الجماعة التكفيرية التي تدعمها أمريكا والكيان الصهيوني بعد سيطرة الحوثي على اليمن أصيب القوم بالهستيريا وصاروا يتحدثون عن السيطرة على أربع عواصم عربية بل إن بعضهم قد ذهب أبعد من ذلك عبر التبشير بالزمن الجديد واستعادت ثارات تاريخية عمرها بضعة عشر قرنا خرج الخطاب المذهبي من القمم وسادت الهستيريا لكن المشهد ملبث أن انجل عن مأزق بالغ العمق وصارت العواصم الأربع أشواكا في حلوق القوم ولو عادوا سنوات إلى الوراء فسيدركون أي مأزق يتخبطون فيه الآن كانوا يسيطرون على العراق ولهم النفوذ الأكبر في سوريا وكذلك في لبنان لكن المشهد اليوم يبدو مختلفا فكل العواصم المذكورة تتمرد فيما لم تضف سيطرة الحوثي على صنعاء سوى مأزقا ونزيفا جديدا العراق يتمرد حتى من قبل الشيعة أنفسهم ونسمع الشيعة يهتفون وسط بغداد إيران بر بر ولو مرت ثورة سوريا دون عناد إيران لما كان للشعب السوري أن يعاديها ولا بقي لها في العراق النفوذ الأكبر اليوم إيران تنزف في العراق وتنزف في اليمن وتنزف في لبنان والأهم تنزف في سوريا ماليا وبشريا وتزداد تورطا من دون أي أفق للحسم ولننسى أن مأزقا سوريا هو الذي دفعها لقبول الاتفاق النووي الذي كان معروضا عليها بشكل أفضل قبل سنوات إنه غرور القوى الذي يقتل الإمبراطوريات والدول بل وحتى الجماعات أيضا وقد قلنا منذ البدء أن سوريا ستكون أفغانستان إيران وهي أن الوضع يؤكد ذلك فيما سنبقى ننتظر لحظة الرشد التي يأتي فيها محافظ إيران إلى تسوية توقف هذا الحريق الذي دمرنا ودمر التعايش ولم يخدم سوى أعداء الأمة وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني ونقرأ في صحيفة السبيل الأردنية مقالا لعمر عياصر بعنوان معركة الفلوجة أكد فيه الكاتب أن تنظيم الدولة داعش لن يرمي بثقله في معركة الفلوجة فالاستراتيجية التي اعتدنا عليها تقول إنهم يدخلون كل الإمكانات لمعركة الموصل والرقة على الجهة المقابلة تحشد بغداد لهذه المعركة كل إمكانياتها العسكرية والدعائية فاللغة التي نسمعها استعلائية واضحة ولعل السبب يكمن في معرفتهم أن المعركة ستكون شكلية ما يزعجني ويقرقني ذلك الخطاب الطائفي التحرضي تجاه المدينة فالحج الشعبي يشعرنا بمقولاته إنه يصنف المدينة ككتلة صماء يجب الفتك بها إيران بدورها حاضرة في المعركة وهذا ليس بالجديد لكنه يشكل قيمة مضافة لمعاني القلق التي نعيشها على أبناء المدينة فحين تنشر صفحة ميليشيا حركة النجباء على فيسبوك صورا لقائد فيلق القدس الإيراني وهو يناقش معركة الفلوجة داخل غرفة عملياتها العسكرية وفي مجلسه قائد ميليشيا بدر العراقية هادي العامري ونائب رئيس ميليشيا الحجد الشعبي أبو مهني المهندس وعدد من قادة الميليشيا العراقية فلك أن تتخيل مشهد قتل المدينة القادم ولك أن تتصور حجم الحقد والنقمة التي ستكون حين تسمع وصف قائد سرية أبو الفضل عباسي للفلوجة بأنها ورم سرطاني في جسد العراق يجب استئصاله أثناء حديثه إلى مسلحي الميليشيات خلال شريط تم تسريبه ما سيجري من قتل وعقاب واستهداف طائفي يؤكد أن حكومة العبادي وواشنطن تسيران في العراق بغير اهتداء لمشروع سياسي مما يفاقم الأزمة ويؤكد كل شروط والظروف التي جعلت السنة يتمسكون بداعش وختم حلقة اليوم مع جريدة حبر ومقال عباس شريف بعنوان التغلب السياسي بدعة ضال أكد فيه الكاتب على أن بدعة التغلب السياسي من أخطر البداع السياسية التي ظهرت إبان حقبة الحكم العباسي على إثر نزاع بين الأمين والمأمون والتي بدأت تنتشر في ذهنية الفصائل من هنا كانت أزمة فقه التغلب عند بعض الجماعات عائدة إلى الخلط بينما وقع في تاريخ المسلمين من ممارسات سياسية وبين جعل ما مرس في التاريخ حكما شرعيا وحقيقة التغلب هي جريمة طغيان تختصب فيها إرادة الأمة بالحديد والنار وتسفك الدماء لشهوة السلطان ولكن الفقهاء تلطفوا فسموها إمامة المتغلب ولو حكمناهم على أصل الفكرة المتجلية في أين التغلب وأنت لا تستطيع فك حصارك أين التغلب وأنت لا تستطيع إطعام الناس أين التغلب وأنت لا تأمن على نفسك أين تنام أين التغلب والبراميل تنهال على أهلك لكان المرجع للفقهاء في إجازتهم لولاية المتغلب هو لطرار لمختل نظام الحكم واحتدمت الصراعات على السلطة حينها لم يجد الفقه سبيلا لإسكات صوت الفتنة إلا بإجازة حكم المتغلب على أنه أخف الضررين ومن باب الرضا بالأمر الواقع فلماذا غد هذا المسلك للطراري طريقة معتبرة ينص عليها كطريقة من طرق عقاد الإمامة عند البعض وثم تمنى يكاد يميز بين حكم التغلب وحكم المتغلب بعد أن يستقر الأمر له والذي يترتب الخروج عليه مفسدة عظيمة فالخلط بينهما جهل وكذب على الفقهاء إن المسلك الشرعي الحصري والوحيد لإنعقاد الإمارة هو الشورى عن رضا وحرية وكل ما عدا ذلك فهو بدعة ضالة واتباع لخطوات الشيطان وتمهد للخروج عن قيم الشرع الحنيف إن بعض الدعاء مما يحرصون على ابتداء خطبهم بحديث كل بدعة ضلالة يشنعون على كل بدعة فإذا وصلوا إلى البدعة السياسية ألجموا وصمتوا بحجة درء الفتنة هذه الازدواجية تظهر عند بعض الفصائل مع تغير منسوب القوة لديها فهي في مرحلة الضعف تنادي بالشورى وتجعلها ملزمة وفي مرحلة القوة يدفع نحو التغلب بحجة اجتماع الكلمة وهذا ما يزد الأحقاد يغيره في الصدور ويزد من تمزيق الكلمة واختلاف الصفوف بعد الالتقاء الفراسخة وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة